نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله يسأل عن أفضل الأعمال في أيام الحج وخاصة أيام عشر ذي الحجة وهل هناك أدعية معينة في كل يوم قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مع التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك يكرر هذا بين حين وآخر ويكثر من تلاوة القرآن ومن ذكر الله ومن الصلوات النوافل في غير وقت النهي كلها عبادات وهي فرص عظيمة تمكن منها المسلم فيستغلها بما يرضي ربه وبما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر